السلام عليكم يا أحلام تابعين بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وما تنسوش الدعم لينا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان نوصلكم من لنا كل جديد بيبدأ في المنى مجموعة من الأطفال بيلعبوا كرة في الشارع في قرية صغيرة وبفضلوا يمرروا الكرة بينهم ويلعبوا بيها وهم بيجروا فرحانين جدا ومش بس الأطفال هم اللي بيحبوا الكرة مهوبين فيها للكبار كمان ستات ورجالة كل اللي كانت الكرة بيجي عنده كان بيلعب بيها وبيعمل بيها حركات مش أي حد يعرف يعملها وبشطوها البعض والعيال فرحانين ما بينهم لغاية ما بيأخذوها ويكملوا لعب لوقات ما بيشطوها على إزال الشباك يكسروها والجيانج بيطلع يجري وراء ولد مسمي نفسه رونالدو علشان يلعب ويتشهر زيه في العالم والراجل بيطرده علشان يضربه جزاء ما كسر الشباك ساعتها ولد تاني بيقول على نفسه زيدان وبيتخنق مع زميله اللي بيتاريع عليه وبيضربه بعض وبتبقى خناقة كبيرة بس بيجي عبدالقادر ويحش بينهم يقولهم يروح يقولوا لأهليهم ان في اكتماع في ساحة القرية بالليل لازم الكل يكونوا موجودين فيه في الوقت ده كان في شاب مدرب كورة جاي عالطريق وبياخدها ماشي للقرية وسط الصحراء والشمس ومن حظن بيلاي واحد معدب متسكلي بيركب معاه ويوصله وأول ما بيدخل للقرية كان ماشي مش قادر حتى يتنفس وهموت مجوه وأهل القرية كلهم مستغربين ومش عالفين مين ده وظهر فجأة كده وجي منين لغاية ما بيدخل يقابل عبدالقادر ويقوله انه كان بيدور عليه وعبدالقادر أول ما بيشوفه بيقوله هو انت عالم الاثار اللي كان مفقود وبيدور عليه كنت فين يا راجل دي الدنيا مقلوبة عليك بس عيتها الشاب بيقوله انه مش عالم اثار ولا حاجة ولما بيلايه مش قادر يتكلم كده بيجيقوله اكله مايا الأول وفعدها بيفهمه وبيقوله انه جاي تبع وزارة الشباب والرياضة علشان يدرب الأطفال علشان يشاركوا في بطول الكاس يينج ساك ودي بطولة مهمة ولازم يشاركوا فيها بس عبدالقادر بيقوله انهم دلوقتي في العجازة وما فيش تدريب الأيام دي بس ماي ميتي بيقنعه ويقوله انه لازم ينفذ القرار اللي في الورقة ويدرب الفريق فعبدالقادر بيبعت الجيانج علشان يجمع لأطفال وعلى مدى بيحصل كان ماي ميتي نا مع الكنبة يرتاح من تعب الصفر وبيحلم بالمدير بتاعه لانه حذره قبل ماييجي المهمة دي انه لازم يكون فريق كورة ويكسب البطولة وإلا مايجيش الشغل تاني شوية وبيصحى يقابل الأولاد ويسألهم مين أحسن واحد بيلعب كورة فيكم وساعتها الكل بيبصوا لصادق اللي بياخدوا الكورة ويعمل بيها كمحركة براسه ويشوتها بقوة تدخل القاعة والجيانجي بيطلع يجري وراها علشان زيء من كتر ما بيكسروا للحاجة وبعدما ماميتي بيتعرف على أولاده بيتفاجئ انهم عارفين الدوري الإنجليزي ولعبة الفرق الكبيرة وكمان كل واحد منهم مسام نفس بسم اللاعب اللي بيحبه بس بيعرف ان زيدان وزميله اللي كان بيتخانئ معاهما الاتنين في بيوتهم وآهلي ومنعنهم من اللاعب علشان يساعدوهم في شغلهم فما كان على ماي ميتي إلا ان رحلوهم بنفسه وطلب منهم وقنعهم انهم يخلوا أولادهم ينضموا للفريق علشان محتاجنهم في الأول والد آيلي أو زيدان زي بيقولوله بيشترط انه مش هيلعب غير لما يخلص مسئولياته في البيت من واجباته ومذاكرة وشغل مع أبوه ولما بيروح بعدها بسبل زميل آيلي بيليش اغال مع أبوه في صناعة الجلود وكان فاكر ان أبوه رافض ومش بيحب الكرة وبيقوله الولد موهوب وحرام تضيع موهبته فكان رد الراجل عليه انه يخدوا الكرة وفضل يلعب بيها ويعمل بيها حركات ما ميتي نفسه ما عرفش يعملها وبالليل كانت القرية كلها متجمع في الساحة زي ما عبدالقادر بعت لهم وقال لهم وبتكلم معهم عن انهم لازم يوفروا المية لان في موسم جفاف ولازم يعدوا من غير ما يحصل خسائر في الحيوانات والمحاصيل وانهم لازم يحفروا عشر أبار تانيين علشان يوفر احتياجاتهم من المية وساعة واحد من الناس بيقولوا ان القرى التانية سابوا الصحراء وانتقلوا وليه ما يعملوا ازاي يوم ويمشوا من هنا ويشوفوا مكان تاني قارب لنهر ولا حاجة ويسكنوا فيه بس عبدالقادر بيرفضوا بيقولهم ان دي قريتهم وما ينفعش يمشوا كده ويسيبوها وهم اللي بنوها حتة حتة وفي الاخر بيقولهم على سبب وجود ماميتي هنا وانه جاي علشان يضرب فريق قرى والناس ما كانوش عايزين يسمعوا حاجة تاني وقاموا يمشوا وساعة ماميتي بيقوم يتحايل عليهم يستنوا ويسمعوه لغاية ما الناس بيعودوا تاني وماميتي بيسال عبدالقادر لو كان يعرف عن اولمبياد 2008 وبتفاجئ انه فعلا عرفها وسماع عنها وانها تتعمل في بيكين ووزارة الرياضة بعتته يضرب فريق من القرية هنا لسبب معين وهو ان المعدن اللي اتعاملت منه وميدليات الشرب منتاخذة اصلا من المنطقة من هنا عشان جدا الوزارة عاوزة فريق من المدينة دي فخر وتأدير وكمان علشان عارفين ان اهل البلد دي موهبين جدا فكورة القدم فالفريق اللي هيتعامل هيسافر بيكين علشان يشارك في الولمبياد وساعة واحد من اهل القرية بيقول له وهو الفريق اللي هيتكون ده هيل حيتضرب ويشارك في الولمبياد بيكين 2008 ازاي فهم مميتوا بيقول له انهم هيتضربوا ويستعدوا علشان يشاركوا في الولمبياد لندن 2010 وعشان يقنوهم اكتر وبيقول لهم انتم تزرعوا الشجر وتحفروا لقابرة علشان مستقبل اولادكو يبقى المانع انكم تسجوهم وتساعدهم انهم يحققوا احلامهم وساعتها كل اهل القرية بدون استثناء بيقتنعوا بكلام وبيشجعوا على انه يضرب اولادهم وبقولون انهم هيعملوا اي حاجة علشان يساعدهم وبيسموا الفريق فريق الاحلام ومن ثاني يوم الصبح كاماميتي مجمع كل اطفال القرية الموهبين في لعب الكورة وبيقسمهم لفريقين وبتيجي بنت اسمها مينار بتطلب منه انها تنضم للفريق ولما بيرفضوا لها ان ده فريق اولاد بس فامينار بتقول له بس ما فيش في الاوراق اي حاجة تقول انه ما ينفعش يبقى في الفريق بنت وبعدما الفريق النساء الكرة القدم الصيني داخل الانبياد هي ما تلعبش ليه بقى ولما ماميتي بيرفض برضو بتزعل وبتطلع تجري وهي زعلانة وبعدها الفريق بيبدأ تدريباته ولما بيسألوا ماميتي على التشكيلة اللي يلعبوا بيها بيقول لهم تشكيلة ايه احنا هنتضرب الاول على كيفية اللعب بس في الحياة ان ماميتي ما كانش يعرف اي حاجة في الكرة اصلا والتوصل بواحد صاحبه مدرب في المدينة علشان يجي ساعده ويدربه هو فريق الاحلام بس المفاجأة ان صاحبه طيلها مش مدرب زي ما كان مفهمه انه مجرد مساعد بيلم الكور من الملعب وبس طب لهم ماميتي مش مدرب كورة كان ايه اللي خلاه ياخد المهمة دي الحكاية كلها انه كان فيه مدرب الكورة شابة كانت جاية علشان تستريم وظفتها كمدربة وتيجي هي القرية هنا تكون فريق بس ماميتي بيقبلها وبيتري عليها انها بنته بتضرب كورة لانه كان شايف ان اللعبة دي للرجالة وبس وساعتها هي بتمشي ومش بتستريم الوظيفة ولما المدير بيعرف بيفرد عليه انه هو اللي يحل محلها ويفرد عليه كمان انه لازم فريقه يفوز وإلا هيخسر وظيفته فماميتي بيقبلها غصب عنه وسر ده بيخبيه عن الكل واهل القرية ما يعرفوش الحياة دي والتاني يمكن اول ماتش في البطولة وفريق الاحلام بيسافروا على المدينة ومعهم اهل القرية كلهم علشان يشجعوهم ولما بيصلوا للملعب ماميتي بيتفاجئ انه داربة الفريق المنافس هي نفسها دي البيار اللي كان بيتريع عليها ومش بيرضى يسلم عليها وبيتحدها ان فريقه هيغلب فريقها وهول ما بيبدأ الماتش كان فريق الاحلام بيجري بشكل عشوائي في الملعب ومش عارفين يلعبوا بتشكيلة زي الفريق التاني كان كلهم متجمعين ككتلة واحدة وبيجريوا في الملعب وفي كل مرة بيجيوا وسددوا على المرمى الكورة بيجي بره وما كانش فيهم حد بيعرف سدد في الجون وللأسف ان الفريق التاني بيتغلب عليهم وبيجيبوا جون ورد تاني لغاية ما الماتش بيخلص 12 صفر وفريق الاحلام كانوا معبطين جدا لدرجة النوم لما بيروحوا مش بيأكلوا بعد كل التعب اللي تعبوه في الماتش النهاردة والتاني يوم ماميتي بيروح يقعد مع عبدالقادر عند النهر اللي كان نشف وما فيش فيه ولا نقطة مية وبيحكي الماميتي ان من كام سنة كان النهر ده مليان بالمية والخير والمنطقة هنا كانت مختلفة تماما بس من وقت ما بدأ الجفاف والدنيا ضغيرت والناس اتقرفت وما بقول زي الاول وان حكاية فريق الكورة دي ممكن تكون حاجة بسيطة بس هو لا يوحدهم وان يخليهم يحفروا قبرة علشان يكونوا قدوة لأولادهم ويعلمهم التعاون والوحدة وفعلا بعدها وهو راجع القرية عبدالقادر بيليه لكل من الجمعين فبيقولهم انهم لازم يعفروا القبرة علشان يحسنوا الحياة في القرية ويوفروا راس مالي يساعدوا بيه أولادهم ويجبولهم على أقل لبس الكورة اللي هما محتاجينه وبعدها كان ماميتي راحل المدينة علشان يشتري لبسه كورة للفريق بس يتفاجئ انه غالي جدا ومش هيضر يشتري أصلا مع ان البيع جاب له أرخص حاجة في المحل وساعتها بيشوفوا مدير المحل ياسين اللي بيطلع معرفة قديمة وكان عاوز يدي له كل اللي هو عاوزه كدعم منه للفريق بس ماميتي بيرفض وساعتها ياسين بيدي له الكرت بتاعه وبيفضل يكلمه عن المشاريع اللي بيملكها وكان مصنح وكان محل ده غير العقارات ويطلب منه لجاء له في أي وقت يكون محتاج في حاجة وكان طلب من ماميتي قبل كده ان يدرب الفريق اللي بيملكه ياسين بس ماميتي كان رفض في الوقت ده كان ديبليير بتتخاني مع مدير الفريق علشان باعتني من اللعيب علشان ياخد مبلغ كبير من وراه وبتسيب الفريق وبتمشي ولما صاحب ماميتي بيروح له بيقوله على اللي حصل مع ديبليير فماميتي من غير ما يفكر كتير بيخلي صاحبه ياخده وراه على الموتسكل ويروح وراه الأوتوبيس اللي ديبليير راجع فيه للمدينتها عاوزي لها علشان يتذر له ويخليها تيجي هي تضر فريق الأحلام وفعلا لما بيحصل الأوتوبيس بيخلوه يوقف فجأة كان صاحبه فقد السيطرة على الموتسكل وبيتقلب بيهم وكل اللي في الوتوبيس بينزله واتطمينه عليهم وساعي طماميتي أول ما بيفتعينيه ويشوف ديبليير بيتذر لها كتير وبقولها انه كان غلطان وبطلب منها انها تيجي معاه وتكون مدربة الفريق بس هي بترفضه بتسيبه وبتمشي وبيروح وراها وبيعترب بغلطه تاني وبقولها انها أحسن مدربة شافها وأشطر منه بمليون مرة فديبليير بتجيب شانططها وتروح معها القارية علشان تبدأ تدريب فريق الأحلام ومن غير تضيع أي وقت بتبدأ تتعرف على الفريق في الوقت اللي كان أهل القارية هما اللي بيفصلوا أولادهم زي الكورة والكل كانوا متعاونين وبيساعدوا أولادهم علشان يحققوا أحلامهم وفي الماتش اللي بعد كده بيقدر فريق الأحلام انه يلعب ماتش أحسن من الأول بمراحل اللي كانوا بيلعبوا بتشكيله متعاونين وكمان بيقدروا يتعدلوا مع الفريق الثاني واحد واحد وبيخلص الماتش بالنتيجة دي وبرغم أنهم ما فازوش إلى أنهم كانوا مبسطين بالتقدم اللي قدرح أو أهليهم كانوا فخورين بهم جدا وبالليل بعد ما بيرجعوا القارية كانت ديبليير بيتراجع تشكيل الفريق وماميتي بيروح يقعد معها ويقول لها على اللي قالوا لأهل القارية ونضحك عليهم وفهمهم أن يخلي أولادهم يدخلوا للنبياد فديبليير بتتخانق معاه علشان خداعهم وكانت عاوزة تقولهم الحقيقة بس هو بيمنعها علشان ما تأثرش على معنوياتهم وتخليهم يحسوا بالأحباط وتاني يوم ماميتي بيشوف شيانج وبيطلب منه أن يطبخ هو الأكل للأولاد علشان يغزوهم بما أنه كان أحسن طباخ في البلد بس الشيانج بيرفض وبيقول له إن مش هيوافق غير لما يدخل بنته ميناري الفريق وماميتي بيتطر يوافق في الوقت اللي كانت ديبليير بيتضرب الفريق خليهم يربطوا رجلهم مع بعض علشان يتعلموا أنهم يتحدوا وتحركوا حركة واحد أكلهم واحد بس الأسب بياخدوا وقت طويل وكل ما يقفوا ويجوا يتحركوا يقعوا تاني لغاية ما ديبليير بيتخليهم يفكوا نفسهم تاني ويجروا حوالين الملعب عشرين لف عقابة لهم علشان بيتخنقوا وما فيش حد بيفكر في زميله قبل ما يفكر في نفسه وساعتها كانوا أهل القرية هما كمان شغالين في حفر الآبار بكل همة وحماس بس عاوزين يخلصوا حفر الآبار العشرة في نفس الوقت اللي يفوزوا فيه أولادهم بالبطولة وتاني يوم كان أول يوم لمينار في الفريق ولما المدربة بتربط رجلهم في بعض زي انبارح وأول ما بتحركوا بيوعوا كلهم مينار بتوجههم وبتقولهم يتحركوا بخطوات محسوبة الكل يخطي من الأول وبعدين شمال وأول ما بينفزوا كلام مينار بيتمكنوا من أنهم يمشوا كلهم خطوة واحدة وبيرحوا بقى الماتش التالت من غير أهاليهم لأنهم كانوا بيحفروا في الآبار بس الكل كانوا مستنون في القرية على نار لغاية ما بيشوفوهم جايين من بعيد وبيعرفوا أنهم فازوا 2-0 بس في يوم الفريق بتضربوا مع بعض سابل بيتتري على مينار ويقولها أنها المفروض ما تكونش مع الفريق لأنها بنته وكل نجوم الكرة في العالم رجالها بس مينار بترد عليه وبتقوله أن فريق النساء الصيني هو اللي دخل الأولمبياد وأنهم أبطال برضو وبتسيب وبتمشي وهيز على أده وبالليل كانوا كلهم بيغسلوا رجلهم وهي وبقى الفريق بتحطوله مياه سخنة علشان تنتهم منه وتاني يوم صادق وسابل بيتصالحوا أم الاتنين وبيقرروا أنهم ما يتريعوش على بعض تاني ولا يتخنقوا ويتعاونوا في الفريق علشان يفضلوا يلعبوا كورة ويحققوا حلمهم وكل واحد من الفريق بيقول لزماله على حلمه وأنه كان نفسه يكون إيه ولما بيجي الدور على مينار اللي بتحكي لهم أن كان نفسها تكون أسرع على الدقة في الصين وتاني يوم بيجي مدرب الفريق المنافس لهم ويشتري صادق وسابل علشان يكونوا فريقه وأهلهم بيوفقوا وبيمضوا على العقود ولما بقى أهل القرية بيعرفوا ويتخانوا معهم لأنهم يعتبروها خيانة بس والد صادق بيقول لهم أنه اختار الأفضل لابنه أنه يدخلوا مدرسة رسمية لتعليم الكورة أحسن ما يسمع كلام واحد خداعهم أنه يبديهم للإنبياد وأهل القرية بيعرفوا أنه مامي تكذب عليهم فبيعتذر لهم وبيسيب القرية وبيرجع المدينة وصادق ما كانش عاوز يسيب الفريق بتاعه وأصحابه بس لأسف أبوه فارض عليه كده والصبح لما المدرب بيجي ياخد الولادين ويسافر بيهم باية أصحابهم بيجروا وراهم وما كانوش عاوزينهم يمشوا ويسيبوهم أبدا بس ما بيقدرواش يعملوا حاجة ومامي تكرح ليسين وتعقد معاه يضرب الفريق بتاعه ولما في رئي الأحلام بيشوفه في التلفزيون ويعرفه بيزعلوا وبيصمموا أنهم يتضربوا أكتر علشان يتغلبوا على أي فريق ينفسهم مهما كان قوي علشان يزبطوا نفسهم وفي يوم عبدالقادر بيلاقي ماميتي جاية تزلوا وتخلى عنه وبتصالح معاه ومع الفريق وعبدالقادر بيقول لي ما زعلش ممكن تكون هي اللي وحدت أهل القرية وخلت عندهم أمل ودافع أنهم يحفروا الأوبار الجديدة ويعفروا علشان مستقبل أولادهم وبعدها الأولاد بيشوفوه وبيجروا عليه وبيرحبوا به وبيفرحوا أن يرجع لهم تاني وفي خلال أيام كانت يوم المباراة النهائية واللي كان هيلعبهم فيها الفريق اللي انضم إليه الصادق وسابل وفي المطش ده أهل القرية من أكبرهم لأصغرهم بيروحوا معهم علشان يشجعوهم وبيقدر الفريق المنافس أنه يسجل الهدف الأول من ضرب الجزاء ولما مميتي بيلاقي أن الفريق متوتر بيخلي أهليهم يشجعوهم وساعتها سابل بيزعل أنه مش في الفريق اللي أهل قريةه بيشجعوه وبيصعب على إيده والكرة كانت ساعتها معاه وكان هيجيب جون بس بيرجع في كلامه وبيهاجم ناحية مرمى فريقه هو وبيجيب جون في نفسه علشان يساعد أصحابه وساعة المدرب بتاعه بيطلعه من الملعب ويبدله وبعدها ومينار بتلعب بتلاقي أمها وسط المشجعين ودي كانت أول مرة تشوفها من سنين فبتفرح جداً إنها بتلاقيها جاية تشجعها وبتلعب بحمص أكبر وتجري ناحية المرمى ويجيب الجون التاني لفريقها والماتش بيخلص بفوز فريق الأحلام وكانوا طائرين من الفرح وبياخدوا تذاكر سفر اللي بيكينا علشان يحضروا الحفل الافتاحي لأولمبييات بيكينا 2008 وفي نفس اليوم ده كانت كل الأبار اشتغلت وطلع منها مية وبدأوا يروب بيها الأراضي علشان يخضروها تاني وفي النهاية بنتعلم إن الإصرار ممكن يحقق المستحيل لإننا نحنا اللي بنحدد وبنقنع نفسنا بالمستحيل بس في الحقيقة إن مفيش أبدا حاجة مستحيلة على العقل البشري وطم الإنسان بيصمم وبيحاول بيوصل مهما كانت الصعوبات وبنتعلم كمان إن إنا لازم علشان نفوس في أي حاجة مهما كانت انتوحد مع الورايبين من إنا لأن الاتحاد قوة وفريل أحلام فاز لأنهم كانوا وثقين في بعض ومتوحدين وما فيش بينهم أي مشاكل وبكده يخلص في المنا وحكايتنا النهاردة بتنسوش الدعم باللايك والشير للفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل القرس علشان يوصلكم إننا كل جديد